فين اتحاد الكورة؟ فين قطاعات الناشئين والمرأب عليهم؟ في قطاعات ناشئين النادي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري الإسماعيلي بيعاني لقى الاتحاد موسم وعشرة لأ وكيف يقع الأندية الجماهيرية الأهلي والله الأهلي لحد بقاله خمس ست سنين بيلعب بإسمه إسمه وبس إسمه وبس اللي بيخوف كل القررة الأفريقية بس الكصة دي ما بقتش تجيب مش هتأكل عيش يا جماعة الأهلي والزمالك أكتر ناديين بيدفعوا فلوس للعبين في القررة الأفريقية والاتنين ما شاء الله بيعانوا في مجمويتهم أنا النهاردة شايل هم القررة المصرية والله ما شايل هم الأهلي ولا شايل هم الزمالك لو أنا شايل همهم فأنا شايل همهم ضمنيا عشان هم القررة المصرية بسنا صعب أنا عليها الحال وصعب أنا عليها السطحية اللي الكل بقى يتكلم بيها سطحية مبالغ فيها وبقى يتأفرحنا أفرحنا كلنا جمهور الكورة يعني بهزام المنافس خلاص مش هينفع نكسب مش هينفع نفرح لفريقنا اللي بنشجعه وصل لحل كده بقى المنتخب يخسر يلا ينشمت في المدرب دا ولا ينشمت في المدرب دا نحن بقى إشنا عف نفرج على كورة إشنا عف نشتغل في الكورة وبقى عندنا سطحية مستفزة مستفزة دا النهاردة قفلت السوشال ميديا مش عايزة بص وأنا ما كتبتش كلمة على السوشال ميديا النهاردة من كتر منا أقول إيه يعني منا كريم اللي أقول المدرب بتاعي دا مدرب عظيم وعنده لعيبة كويسة هاجي النهاردة أقول لأ اللعيبة دي كلها لازم تمشي والمدرب وحش وبعدين القصة بتاعت إيه مارس الكولر مدرب وحش ما هو الأهل اللي غلطوا إنه مشى موسمان تبقى موسمان كان عامل كوارث في آخر أيام تبقى بتنسوا كان عامل كوارث فيرر فيرر هو كان حسن مدرب جيل الأهلي آخر عشر سنين يا عم فيرر لما رمضان الصبح يمشي نتائج الأهلي كانت كارثية بس أنت ناسي برضو بتفتكيه الحلو بتفتكيه الحلو وبالمناسبة يعني لا مارس الكولر وحش ولا موسماني وحش ولا بايلر وحش ولما هتجيب جوزي مورينيو ولما هتجيب بيب جورديولا الأداء هيفضل كده عشانت ما بتطلعش لعيبة في الكولران مصرية ولا الدوري المصري ده يفرز لعيبة تلعب على مستويات دولية على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات دوري ضعيف جدا جدا قول لي كده قول لي كده الأهلي لعب مين في الدوري المصري شبه ساندونز عشان يبقى عنده اللي احتكاج دوت ومجربه قبل كده لعب مين مفيش لعب مين في الكواليتي بتاع اللاعبين ده مفيش